قلق وترقب تعيشه الأسواق المحلية العراقية على وقع الطفرة الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الدينار في وقت تبقى الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي عاجزة أمام طوفان اسمه الدولار سعر الصرف قفز خلال الأيام الأخيرة إلى ما فوق المائة وخمسين ألف دينار لكل مائة دولار وذلك برغم الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة السعر الصرف ومنع أي تداعيات محتملة على الأسواق المحلية مختصون يرون أن هناك إصراراً على التجارة والتعامل المالي مع دول معاقبة وهو سبب رئيسي لارتفاع سعر العملة الصعبة بعد أن تنبه البنك الفيدرالي الأمريكي لهذه العمليات خاصة وأن هذه الدول لا تمتلك نظاماً مصرفياً أما السبب الآخر فهو تعليق الحوالات الخارجية للعملات الخاصة بالعملات الأخرى وهو ما تسبب بأزمة لآلاف التجار المحليين هذه المعضلة دفعت العراقة إلى بدء حوار مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية لمعالجة قضايا تقييد الدولار حيث وصف وزير الخارجية فؤاد حسين الاجتماعات التي عقدت في واشنطن بأنها مفيدة للغاية إذ تم إجراء المزيد من المحادثات بشأن قائمة البنوك العراقية الخاضعة للعقوبات الأمريكية ووضع الأموال الإيرانية المتراكمة في العراق مختصون يرون أن العراق بهذه المفاوضات مع واشنطن عاد إلى المربع الأول لأزمة الدولار وأن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها منذ أشهر عدة ذهبت هباء منثورا والسبب في ذلك عدم الالتزام بالمتطلبات الدولية والإجراءات المتبعة بشأن التعامل بالدولار في وقت يتساءل المراقبون عن النتائج الموجودة من هذه المباحثات وفيما إذا كان البنك المركزي سيلتزم بها أم تذهب أدراج الريح ترجمة نانسي قنقر